وينضم إلينا في السوديو أحمد البقري نائب رئيس اتحاد طلاب مصر مرحبا بك أحمد كيف تقيم مشاركة الطلاب والشباب في الذكرى الأولى للانقلاب اليوم يعني بداية تحية لطلاب مصر وشباب مصر اليوم الذين سطروا على مدر الشهر الماضية من عام كامل الانقلاب العسكري يعني أسمى معاني التضحية في سبيل النهضة وتحرير هذا الوطن من قضة العصر يعني اليوم بمثابت يعني ده يؤكد على أن الانقلاب ولد ميتا واسيسي جاء مسقطا يعني النهاردة كان فيه تطور نوعي وتطور جديد من الحراق على الأرض ما هو؟ ما هو بشكل واضح أن النهاردة اليوم مع بداية عام جديد من الحراق ضد هذه السلطة العسكرية الاستبدادية النهاردة الشباب كان فيه حركة تناغم بين شباب ضد الانقلاب ومن طلاب ضد الانقلاب ومن أغلب الحركات الشبابية على مختلف الأرض النهاردة في مختلف الشوارع في مصر يعني خلنا أقول لحضيك بعض الأمثلة وبعض النمازك تؤكد على أن النهاردة القيادة الحقيقية فعلا للشباب على الأرض وليس للتحالف ولا للأحزاب السياسية ولا للقوة ولا غير ذلك الشباب النهاردة هم من يقود الحراق في الشارع بمعنى النهاردة مثلا كان عندنا فعالية الساعة 2.5 ظهرا يعني النهاردة كان فيه حراك فعلا حقيقة على الأرض مدروس بتوقيت معين بساعات معينة هناك من يرى بأن الشباب المشاركين هم الشباب ينتمون إلى طيال الإسلامي فقط يعني خلنا نقول أن الانقلاب العسكري منذ اللحظة الأولى وإحنا أكدنا أن هذا الانقلاب جاء ليقتل الجميع ليبقى بنفلدا في السلطة يعني من يقول هذا دعني أنا أؤكد قبل كده قلت أن كل الطلاب والشباب يعني لدينا أحمد ماهر معتقل منصق 6 أبريل لدينا أحمد ماهر لدينا أحمد دومة لدينا 25 أخيرا اللي كانوا يتظهروا ضد قانون والتظاهر إذا أن السلطة العسكرية الاستبدادية لا يتفرق بين شيء لكن خلنا نأكد أننا أكدنا أننا النهاردة ديت موجة ثورية جديدة النهاردة كانت دفعة قوية مما أكد الجميع النهاردة أن اليوم كان مختلف بشهدت الجميع الجميع تعلم من درس 6 أكتوبر الجميع تعلم من درس 25 نناير الماضي النهاردة عاد الشهداء أقل الحمد لله بالعالمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبل الأتنين سقطوا في مسيرة الهرم اليوم لكننا نؤكد أن الأيام القادمة ستشهد موجات ثورية غضب والتحديد يوم 8-7 القادم سيشهد انتفاضة أخرى أعلنها طلاب ضد الانقلاب النهاردة وأعلنها طلاب مصر وأعلنها أغلب حركات الشيابية على الأرض النهاردة لأن هناك تصعيد النقطة الثانية والزارة ما يزيد الغضب النهاردة كنا في مظاهرة في القاهرة وفي الإسكندرية وفي مدينة نصر وفي 6 أكتوبر وفي الهرم استمرار إجرام العسكر ضد الشباب وضد الفتيات وضد البنات بيزيد غضب الشارع ويزيد سخط الشارع على هذا الانقلاب الدموي وينضم إلى الحراك في الشارع فئات كبيرة جدا من المجتمع ومن الشعب أيضاً النهاردة رصدنا عدة نقاط النقطة الأولى طلاب ضد الانقلاب تظاهروا فيه أمام النادي الأهلي في القاهرة القبرى المناطق حرجة منذ أوقات كثيرة لم نتواجد فيها عند النادي الأهلي كان في الساعة 2.5 كان الساعة 3.4 فيه تنسيق كامل بين الطلاب وبين الشباب كان شباب ضد الانقلاب يتظاهروا في ميدان ربع العدوية لأول مرة النقطة في نفس الوقت 2.5 كانوا فيه أمام النادي الأهلي 3.5 كانوا في ربع العدوية 3.45 كانوا فيه أمام وزارة التعليم العالي دي رسالة قوية أن النهاردة الشباب واعوا درس جيدا تعلموا من الأخطاء هناك مرحلة تغير نوعي هناك نهاردة كان فيه شغل مروري تامن في القاهرة وفيه نقطة مهمة جدا هنا فيه رسالة بنرسالها للجميع الانقلاب في 3.7 كان يروج أنه فيه 33 مليون لكن هناك سؤال وهو متى ينضم الشباب الليبرالي والاشتراكي إلى صفوف الشباب الإسلامي في مواجعة الانقلاب طيب أنا أكدت لحضرك قبل كده أنه ليس الشباب الإسلامي هو أن واحده في الشارع أنا أكدت لحضرك قبل كده أنا أضبط لحضرك نموذج لما أقول أن أحمد ماهر معتقل لما أقول أن أحمد دوم معتقل لما أقول أن طلاب 6 إبريل مثلا على سبيل المثال ماذا لمنصقهم معتقل الآن لما أقول منصق طلاب دستور لكن هل يجمعكم مع شباب 6 من إبريل وشباب الاشتراكين ثرويين أرضية مشتركة؟ طبعا أنا أكدت لكده وكان آخر بيان صدر عن حملة الطيار الشعبي اللي بيتمثل حمد دين صباح في الانتخابات الرئاسية الماضية هناما قال طلاب الحملة أن نحن الآن بصدد عودة الدولة البلوسية القمعية مرة أخرى ده يؤكد أن الشباب الآن يعني عالوا من الترفع عن الخلافات السياسية وده رسالة للجميع لأن الجميع الآن صار في نقطة مهمة جدا للجميع يدرك في هذه اللحظة أن العسكر أتى لينهي مكتسبات صورة 25 يناير ويعود الدولة البلوسية العسكرية هناك فيه أدة رسالة واضحة من الدولة العسكرية أنها لا تؤمن بوجود الشعب على طلاق يعني خلنا أقول له حضايك برضو أن العسكر أريد ده نوع زي ما نقول حضايك استمرار الانتهاكات بيزيد من الاحتقان وصخط الشارع على قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي فيه رسالة واضحة يعني لما نرى عبدالله عصام المخترع بيتم طرده من مصر في حين بنرى أن قائد الانقلاب العسكري بيرحب بعبدالعاطي الكفتة في ظل الوقت أن طلبة السنوية العامة أول انبارح بيتظاهر أمام مزارة التعليم العالي بيتم سحلهم وضربهم يعني فيه رسالة واحدة للطلاب والشباب تقدموا إثباتوا ستنتصر شكرا جزيلا أحمد البقرينة برئيس تحاط طلاب مصر شكرا جزيلا